اشتركوا في القناة هذه غرفة الاذان المؤذن يأتي يؤذن من هذه الغرفة يأتي من منطقة الخاضع المصليين المسلمين هذه تكون مغلقة امام المسلمين يدخل المؤذن من الباب هذا الامام ويأتي ليؤذن هنا هذا مقام سيدنا يحقوب عليه السلام هذا مقام سيدنا يوسف عليه السلام هذه المنطقة تسمى اليوسفية ندخل من هنا هذا المكان ايضا يكون مع الاسرائيليين في الايام العادية اليوم مفتوح جميعا امام المسلمين هذا هو مقام سيدنا يعقوب من الداخل وهذا مقام سيدتنا زوجة سيدنا يعقوب لائقة عليها السلام ندخل من هنا هذا مقام سيدنا ابراهيم الخليل له هذا هو مقام سيدنا ابراهيم من ثلاث جهات مكشوفة من هنا ومن هنا هذا هو مقام سيدنا ابراهيم الخليل عليه السلام وهذا مقام سيدتنا سارة زوجة سيدنا ابراهيم عليه السلام من المنطقة الداخلية نحن الآن نتوجه الى الساحة الاسحقية التي يوجد فيها مقام سيدنا اسحاق وزوجته سيدتنا رفقة هذا هو مقام سيدتنا سارة هذه الخارج سمى الجولية الجوالية ندخل الى الاسحاقية من هنا هذه الساحة الاسحاقية نوجد فيها مقام سيدنا اسحاق وزوجته سيدتنا رفقة عليه السلام كل المسجد الإبراهيم مفتوح أمام المصلي المسلمين هذا هو الغار الشريف هذا هو الغار الشريف هذه الفتحة هذه الفتحة يوجد ضوء في الأسفل عند المغارة التي يوجد فيها قبور الأنبياء تفتح من هنا ويوجد إضاءة داخلي هذه المقام سيدنا اسحاق عليه السلام وهذا مقام سيدتنا رفقة عليه السلام نرجع من المدخل الخلفي إلى نقام سيدنا إبراهيم حرين ثلاث شبابيك تؤدي إلى مقام سيدنا إبراهيم الخليم هذه الممثلة التي دخلنا منها في الأول هي اليوسفية كل أرواقة المسجد الإبراهيم مفتوحة أمام المصليين المسلمين اليوم احتفال بعيد ذكرى المولد النبوي الشريف هذا هو من بار سيدنا صلاح الدين الأيوب الذي جلبه من مصر ولا يوجد فيه مسمار واحد كله خشب من الخشب مركب طريقة فنية رائعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر